اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة تطوي ملف قضية احمد الادريسي رئيس جماعة اكزناي السابق وبرون الانتخابات بجهة الشمال ومن معه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة تابع الادريسي بتهم ثقيلة تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها وبالتحرير شهادتين تتضمنان معلومات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء كما توبع المتهمون بالمشاركة في اقانة بنايات فوق ملك من املاك الدولة وفي احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها والتزوير في محرر رسميا وإطلاف وثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة وإدرام النار عمدا في الغابة وبعد مناقشة مطولة للملف قضت المحكمة الثلاثاء بالسجن ثمان سنوات في حق المتهم الرئيس رجل الأعمال وبثلاث سنوات حبسا في حق شخص آخر يدعى يونس وسنتين في حق نائب الإدريسي يدعى محمد وشخص آخر يدعى أحمد قبل أن تصدر حكمها بحبس كل من الإدريسي وشخص يدعى جمال بثمانية أشهر حبسا نافذة وغرمت الهيئة القضائية المتهمية بمائة ألف درهم مع أدائهم تعويضان مدنيا قدره مائة ألف درهم لفائدة ستة مطالبين بالحق المدني في المقابل برأت الهيئة القضائية شخصا آخر كان متابعا على ذمة القضية